طريقة عملية القصطر القلبية والأعراض الجانبية تعتبر عملية القصطر القلبية من أشهر العمليات في العالم وهي تستخدم لتشخيص وعلاج الأمراض التي تصيب القلب وتتم باستخدام أمبوب طويل رفيع جداً ويمتاز بالمرونة كذلك إذ يتم إدخال هذا الأمبوب في الشرايين الموجودة في الذراع أو أعلى الفخذ أو الرقبة وإيصاله إلى القلب وباستخدامه يجري الأطباء بعض الفحوصات أو الإجراءات العلاجية للقلب وغالباً ما تستخدم عملية القصطر لتشخيص الأمراض التي تصيب عضلة القلب أو الصمامات أو الشرايين التاجية التي تغذي القلب من النادر أن تنشأ مضاعفات تشكل خطراً على حياة المريض بعد خضوعه لعملية القصطر ويجب على الطبيب أخذ معلومات كاملة عن المريض والتأكد من عدم معاناته من الحساسية ضد أي مادة ستستخدم في هذه العملية وأبرز المضاعفات التي تحصل بعد إجراء القصطر تكون موضعية كالشعور بالألم أو بتورم مكان إدخال أنبوب القصطرة كما قد يعاني البعض من النزيف في هذا المكان لفترة بعد الانتهاء من العملية وقد يعاني بعض المرضى من صعوبة في التبول إثر استخدام الصبغة وقد تظهر كدمة مكان إدخال الأنبوب غالباً ما تختفي بعد أيام ترجمة نانسي قنقر